مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدربي ضع كيف تشاهدون معنا كان تواجدوا بمنطقة درب السلطان الفيداء شارع الفيداء عادة من السادينا بخارجين في هذه الأثناء مفلوعين مضعورين من بعد ما هي واحدة الواجهة هي لإحدى العمارات السكنية أو إحدى المنازل السكنية هنا بشارع الفيداء منطقة درب السلطان الحقيقة اللي تزاديت فيه لبعد المنسبة نقول له مويل لله يرحمك مويلتي هنا ولتين نكملوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بأنه ما كيش خسائر بشرية كل ما في الأمر أنه نهيار دي الواجهة دي الواجهة دي الإحدى العمارات السكنية سقطعت بفوق سيارة مركونا بهذا الشارع خسائر مادية كينا خسائر بشرية الحمد لله ما كينا وحد البنت وصيبت المستوى الساقدرة حولنا أن النقل من هنا تصريح أغفضاتش ما أغفضاتش مهم بذلك تأرجح ما بين أنها تعطيت صح أو لا ولكن الإصابة ديالها عادية جدا جدا كنت من هنا ولا شفاء العاجي في أقابوتش إنما كين خسر إعمال دي وكين آآ تهون من السلطاتش كين تهون من السلطاتش لعننا منزل أي السقوط عادي يموت دي رغب أسنين باش الناس أخوه وعدت باع ربما الشي اللي علمنا بأنه كيتشغل من دي أحد الأشخاص من النوع دي الأشخاص اللي كيكونوا يدور كيشغلوا دي المنازل بأير سقوط يعاودوا ترميم دي رأة أو يعد البناء دي رأة ولكن المشكيل هو أنه كان يمخلين تحتمنى محل دي اللي بيقالة ومحل دي الدر ومريبوش والسلطات مدخلاتش ما تصوحوا وكانوا الناس داخلين من المحل دي اللي بيقالة يتقدروا تصوحوا السيد وسيدة يلا جوجو جوجين هنا يأخذوا خاتم دي الزواج مع ربعات العشيرة والخمسة العشيرة طح هذا الشي من يتحمل المسؤولية؟ ماذا كنت تتحمل المسؤولية؟ لماذا لم يكن ديوش خدمتنا؟ ماذا لم يكن تعتبروش؟ لم يكن تخلوش العبرة من اللي سبقوكم؟ أكل قيد سماعيل في منطقة درب السلطانة كان كي إلا قرر صباح الخير كتخوى منطقة درب السلطانة أغا مخدامش أغا وزارة الداخلية وقفاش وليش؟ لأن بلا بأنه لم يكن ديوش خدمتنا خاص السلطات أنا لا نقول القيد ولا الباشا ولا العاميل ولا أنا سأقول السلطات خسدي خدمتها منزل أي سقوط نخبروه من الناس منزل أي سقوط نهدموه قبل ما يطايح على الناس قبل ما يطايح على السيارة إيهاي قصر الحمد لله طايح على السيارة الحديد الحجر مع الحديد ماشي مشكلة ولكن كون طاح سوق كان ولي الدبا خارج مع السر ونصر السبعة السباح كتلنا السيارة دي النقل الدراسي تطايح عليك شومات من يتحمل المسؤولية؟ مش مشي حشومة؟ مش مشي حشومة؟ ألفين وعشرين نحن مقبيلين لتنظيم تظاهرات دولية ومندي وش خدمتنا هدا نيداء السيد العامي لدي عمالة من درب السلطان الفيدا هدا نيداء السيد الباشا هدا نيداء السيد القائدي لدي المنطقة وش ما بلغوكش بأن هاد المنزل غاقي السقوط وعود تشراو عود تباع وعود تشراو عود تباع وش ما بلغوكش بأنه غا تحتمنوا محل دي الدب يقدروا يجيو غاجلوا مرتو ولا خاطبتو باش يشيو خاتم دي الخطوبة ولو دي الزواج نحن له الشيطان كل واحد يذي خدمتو أرواح دي الناس دي كتلعبوا بيا أعباد الله رسيدنا الله ينصروا وقال ما يضع الشعب دي كيدرني كأنا وانتمنوا بأنه وانتمنوا بأنه وانتمنوا بأنه من السور وش ركو يقول سيدنا وخيطابات الملكية السامية دي ونطعم وانتمنوا بكي أشيس الليسان بعد ما ذات إيصال الليسالة ولكن أريد أن يحاولوا وصلكم الليسالة عن قرن انتم ممكن تشوفوا هذا الضغل يطاحت ها هي تشوفوا طاحت لوحة طموبيل الحمد لله انه غير طموبيل ما كانش خسائر بشرية انتم ما تشوفوا ها هي حاولوا منبين وشم الناس ده بتصروخوا كان شي طيفر صغير هنا ديس واقف كفلنا النقل المدرسي وشي راجل غادي بخدمة ديله مع الخمسة ورسا دي الصباح شنو غادي وقع هتكون كاريتا هتكون فاجئة هتكون كتحمل مسؤولية السلطات المحلية اولا واخيرا شكرا لكم مشاهدين اكيانان متمنوا انها تبع طاجي وكي توصل السيد اه العامل للمنطقة تميصلة عن فيدان متمنوا انها توصل سيد والي متمنوا انها توصل للسيد وزيق داخلية متمنوا انها توصل السيدة زين بالعدو لن يفتحوا تحقيق فيما وقع هنا بمنطقة شكرا السلطان اذا كانت الاقلار الالهية نجاتنا من كاريتا ومن فاجئة ومن ارواح خاصة دي واخدمتنا ونعرفو من يتحمل المسؤولية تمتم في العيتي الله والسلام والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة